اهلا بكم مشاهدين كرام مجددا نمر من موضوع الانترنت وكابل الانترنت والتكنولوجيات الاعلام والاتصال الى موضوع اخر هذه المرة في قطاع الصحة تصريحات وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوذياف قال فيها بانه على المواطنين تجنب التسمم او تجنب استهلاك او تعاطي المواد التي يمكن ان تسبب لهم تسممات لان التسمم هو هاجس في قطاع الصحة ودائما ما يكلف مبالغ مالية ضخمة في هذا الجزء من الحصة نحاول ان نعرف كيف يمكن ان يكون التسمم هاجسا لقطاع الصحة في الجزائر وكيف يمكن للمواطن البسيط ان يتعامل مع التسمم كيف يمكن ان يتوقع ويتقي شر هذا التسمم وكيف ينبغي على السلطات بالمقابل ان تنشئ برامج ومخططات حتى تقترب اكثر من المواطن تقترب من غذائه وعدده الغذائية حتى لا تحصل مثل هذه التسممات طبعا نناقش هذا الموضوع رفقة الدكتور فتحي بن اشنهو الطبيب المختص بالصحة العمومية اهلا بك دكتور اهلا ونشكرك للعرضة هذه بها نتكلمه ونشكر قناة البلاد اللي صهرانا فعلا على صحة المواطنين ان شاء الله ان شاء الله انتم منه وان شاء الله المواطنين يكون دائمين بصحة جيدة لكن دكتور فتحي بن اشنهو وزير الصحة دقنا قوس الخطر قالك انه مع بداية هذه الايام اللي عرفنا فيها شوية صخانة في الجو تبدأ التسممات تبدأ المواد فيها حساسية فيها بعض المواد يعني تأثر فيها وتصبح يعني نوعيتها تضعف وتهبط نوعا ما مع هذا الدرجة الحرارة مع العوامل الجوية فيه مشكل وتحدي دائما كل سنة التسمم وش قضيت يعني الى اي مدى التسمم هو مشكل وعب على قطاع الصحة في الجزائر شكرا اولا انصح حاجة راني من الوزارة من مثل حتى راني نتكلم كطبيب يعني كطبيب من الميدان حاجة اخرى لا التسمم اولا هذا المشكل تحت تسمم راو يرجع كل خطرة كل خجرات تصرصنا حالة هنا تصرمنا حالة هنا حالة جماعية هنا في الاحيال الجماعية في المدارس في المطاعم يعني موجودة حتى في الحملات الانتخابية هذه ما نيشي نعم نعم صحة ثانيا تسممات الغدائية هي تصرى لما الغداء الغداء التغذية تهيئة التغذية الخزنة تع المواد الغدائية ما كانتش في ظروف كما لازم هذه ما نتكلم عليها الآن لازمنا هنا في الجزائر كفى كفى من ناحية الصحية كفى هذا الاهمال يعني عندنا قوانين عندنا واسمهم نصص نصص قانونية تنظيمات تنظيمات كلش الآن لازمنا نلحقوا لهذا الحاجة في حياتنا اليومية تع الحي تع المدينة تع البلاد تع الاخر ما زلنا ما تنظمناش مايش عندنا في الفين وسبعتاش انا ندهش كيفى مستوى في الشوارع التي عنا السيارات من اخر طراز يعني في المنازل في المحلات التجارية مزوقة تقول رك في نويورك ولا في باري ولكن لما تدخل الداخل هذا عيب وعار وهذا لازمنا نتسألوا ماشي نبدأ ونندبوا عيبوا وعاروا ونسكنوا اللي تسألوا وحاجة النظام الصحي الجزائري ونأكد عليه النظام الصحي والله العظيم اللاميثالي في التنظيم بتاعه ناطيك أمثيل على الورق على الورق يقوله جائما لا لا دوك ناطيك في الناطيك أمثيلة السنوات الأولى تع الاستقلال كانت كاريثية الحالة تع الشعب الجزائري كاريثية من ناحية الصحة مرض السل الشلال كانوا الأطفال يموتوا الأمهات يموتوا شوف تسلسل كيف وقضينا عليهم يا للأسف هذه واحد السنوات من هبه ودباره ويطيئن من هبه المواد الغدائية ما كاش مراقبها رغم اللي نقوله عند الفلاحين ما كاش تكوين الفلاحين استعمال خاتشي يجبنا نفهمه التسمومات ونحب هذا التسمية هذا الجمعة التسمومات عندها عدة مسؤولين عليها السحة ماشي هذا الوزارة السحة في الجزائر تعليهم ولا تعال بارح ولا هذه في العالم كله وزارة السحة هي اللي يدوروا لها ويقولوا لها التسمومات ماش مسؤولة عليهم وزارة السحة هي تتعامل مع نتيجة هذا التسمومات كي تتهرد الناس يغرقوا ويبيعوا ويديروا الدراهم ويخرجوا ويخنطوها وقع كي بدأوا التسمومات غاول لجري غاول لجري للمستشفى والمنظومة الطبية وأنتم كمستشفيات أو كمؤسسة صحية أراكم عجزتوا وفشلتوا في التعامل مع هذه التسمومات بينما أنه قطاع صحة ودائما ما يتلقى نتائج ما يتلقى ما يحصل فيها من أضراف هنا الصحة ونعود نقول في النظام الصحي التعناية للأسف الشعارات الصحة الجوارية أنا الآوان باللي ينتكفل رح نروح لهذا الموضوع الصحة الجوارية والصحة القريبة من المواطن الصحة اللي فهم في كل جوانب حياته لكن الدكتور لما يقولك وزير الصحة أنه اتقوا التسمومات يا مواطنين أن التسمومات تسبب لنا خسائر مالية كبيرة في قطاع الصحة أولا كيفاش يعني هذه الخسائر المادية يعني باش نفهموها كمواطنين أولا المواطن رأوا ضحية تعتسمومات ولكن بعدم وجود المفهوم الصحة واش حاب يقول صحة احنا كنقولوا أنا تعرف جمعها لما نقولهم الصحة العمومة واش يقول لي تخدم في الوزارة الصحة نو الصحة العمومية بفهم آخر مش يمفهم إداري هك تخدم في الوزارة الصحة لا واش حاب يقول الصحة العمومية هي كل الناس اللي معنيين هاني نعطيك مثلا تسويق الخضر والفواكه مرتبط بالصحة احنا نشوفو غير الجانب اقتصادي اش حالهم دراهم واش حال باعو واش حال الشراء وكلش ولكن مرتبط بالصحة وانا موافق الوزير اللي ما يقول لك راي تكلفنا اموال كبيرة ويا اخوي انا علاه نقعد كوزير الصحة هذه عراي علاه نقعد انا مسؤولي انا مسؤول على التسمومات لا مش وزارة الصحة مسؤول على التسمومات وزارة الصحة هي اللي ترقى لكن تبقى في النهائي انسان تعرض لتسمم غذائي معين يروح للطبيب يروح للمؤسسات الصحية طبعا انا مديول هالشي اكيد يعني فهمنا دكتور كيفاش ممكن هذا المبالغ المالية يسببها ولا يأخذها التسموم اللي تروح في التسممات يا ودي هنا واشن هو التسمم كاين عدة حالات تحت تسمم كاين التسمم العقلي البصاري باريكزومب الحساسية مطابطة بالتسمم تحت الحساسية هي بها نبسط الأمور نبسطها التسمم احنا نعرفوه اليوم يشوفه هنا يفهمه هو الانسان اللي يرد هاشا كم يتقيا ويجيه يسهل هذا التسمم الأول يعني مرتبط وقت قصير بين تناول بعض المواد الغدائية وال هذه الأعراض تعالى دياري وكلش انا نقوله الحمد لله اللي عندنا هذه وحدا ولكن هالي تصرى هذه مثلا تصرى في المحلات وين نديرو الحفلات في عرس ولا في صهرة أساسات اجتماعية ليحضرها ناس بزاف يحضرها والنتائج يعني تعا ذاك الغذاء تكون كبيرة يعني يعطيك صحة لأنه تقيس شريحة كبيرة كبيرة هذوك لازم بالأخص حنا يا ياك غد صراحة جانبدا ونجريه ونعيطه ألور هذوك الناس كلهم يتنقلوا لأقرب مستشفى ولا مركز صحي اللي يجي لآخر هذه وحدة اكتشوفي الإزعاج اللي سرى فجأة انتو لحالة الطوارئ ويجي نسب أعداد كبيرة من الناس في نفس الوقت وإحنا مختصين في الجزائر في القالة والقول كلنا علماء راوك دا هي دفوة وين حاجة خفيفة فيها غير إزعاج ولكن أخطر تسموم هو اللي يخذ الوقت ماشي مباشرة يبان الأعراض التاعه طول يعني كاين 24 ساعة بعد ولا بنادم يفقد الباصر يفقد الفهم التاعه ويفقد العقل التاعه حرارة كبيرة والتسموم مرتبط خطورة التسموم مرتبط بعائلة الميكروبات الميكروبات كما احنا عائلات كاين عائلة خطيرة بزاف جداً ولا كاين اللي عنده التسموم راو يروح لقاعة الإنعاش قاعة الإنعاش ماشي يقعدوا دوقع راحين يتكفلوا به كاين آلت كاين أدوية كاين فارق طبي زيدي كاين فارق طبي لا تتكفل بهذا التسموم في قاعة الإنعاش لا كاين الناس اللي يقعدوا في المستشفى يقعدوا 8-10 يام ركتشوف هذا لازمنا نفهم بأن كل حالة مرض بالمفهوم العام تكفل لدراهم وكأنه وزير صحة دكتور يقول لك أنه هذا التسمومات هي صحة أعراض يعني مرضية بسيطة لكنها مكان بسيطة وكأنه يقول لك يعني وكأنه فهمنا منه وكأنه يقول كان ممكن أننا نجنبوها وكان ممكن أننا نمرو عليها وكان ممكن لكننا في النهاية تحصل كل سنة وبالمئات كل شهر ونضطروا أننا نتعاملوا معاها ونضطروا أننا ندفعوا عليها يعني أموال كبيرة شوف هذه سهلة هذا وزير في حالي أن كل التسمومات يجيوه ليه عنده في الدبارتمون مينستريال ولكن يزمي يقدم حصيلها استدير الجين فاكتير أولا أنا يا وحدة أخر يديرها ووزارة صحة ووزارة صحة أنا نهضره ووزارة صحة هي اللي تكفل ووزارة صحة عندها ميزانية لازم تقيم العمل لتحها تقيمه ماليا أنا هنا يا الوزير بدأ يفهم على حسب أنا ما سمعت هذا التصريحة على حسب وش أكتقول وعدة مرة ووزارة صحة رأي موجودة مدة عشرات عشرات سنين في الجزائر كان حصيل من بعد فهمنا بأن سباب التسموم العنصر تعل التسموم هو مواد غدائية لأنا كقطاع صحي ما عندي حتى يد فيها هلأ ركت فهمني وضعية صحية تعلنظافة في المراكز في المطاعم أنا ما نعرفه ما شهد ما تبعيش الوزارة الصحة رغم رغم لي كان بعض الأجهزة نقولها ما تلأموش مع الوضعية الخطيرة من ناحية الصحة اللي أنا فيها نعطيك مثال النظام الصحي الجزائري لي قتل قبيلات غير في الورق وقع لا عندها سنوات وسنوات وسنوات دار اللي نسميه البسياش البيرو كوميونال ديجيان مكتب البلدي للنظافة هو هذا البيرو كوميونال هو في الطالعة هو في الجبهة بهي راقم الحياة في الشوارع ماشي قاعد في بيرو أورديناتور وكذا لكن في الواقع دكتور أين هي نشاطات هذا المكتب أين هي نشاطات الهيئات الأخرى المعنية بنفس هذه الأمور لأننا للأسف للأسف لما نروح ونمشيه في الشوارع نشوف مشهد يعني أعود بالله يعني في المدن الكبرى على الأقل نشوفه يعني الأمر بعيد 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 عن الظروف الصحية والنظافة المفروضة يعني أنا أنا ناطيك ألا وعدو بالله نقولها من قولت أنا راني نكافح بهتكون فعالية في الميدان تح هذا المكتب البلدي يلي للأسف ولا وبيروات ولا تإدارة ألوركسيدي تيكنيسين كي دوفتات سيلوتين الطبي ميزي مش قاعد يدخل البيرو تعال بيسياش بالأخص في وقت السخانة ووقت الفوصول هذو ما ووقت الحفلات ووقت الهو جاي رمضان هو جاي رمضان لازم هذا التقنيين الأطيب ما نقولوش الدولة ما نقولوش الحق ويقال ما نقولوش الدولة الدولة دارت لك ضعت لك بين يدك الألاء والنظام والتنظيم وريتخلص أموال يا أخو يا هذا موش قيم بالعمل هذا مش قيم هو مسؤول نعم هو المسؤول أنا نخلصك وكونتك وهيأتك وانت ها قعد بتريحلي في بيرو قدب أورديناتور وسيكريتار لا لي الآن هذه أنا نطلبها عندي سنوات وسنوات من الأحسن أطيبة أحسن أطيبة هما اللي يكونوا يعملوا في البيسياش المكتب البلادي لازم تكون عندهم من ناحية القانونية القدرة القانونية مثلاً الروح عند تجارة ما لكن اسمح لي هذه النقطة هذا التحركات يا دكتور يقول لك إنها من صلاحيات يعني وزارة التجارة ومفتشيات التجارة اللي عندها أعوانها ومن يتنقل المحلات يتنقل الأسواق ويعاينه يعني ظروف الحفظ وظروف العرض ونوعية المنتجات هذا المكاتب عندها صلاحية يعني تروح وتتخذ جراءات وتبليغات هذا المكتب البلادي للنظافة هما فرق ما بينهم هنا هذا على ناحية الصحية كاينة أطيبة كاينة وكاينة تعويزار التجارة أنا ما نعرفهم مش ما ندخلش مع أنا وش نقول لازم تكون فعالية في الميدان حق وعلم النهار الفرقة تروح تلاحظ تجاوز خطورة لازم ها تروح تعاوى تولي للبلدية تدير قرار وتتجتماع ولا ما نشعرف يا هل تراناتيك سؤال لاحظ بلي مكان خطير للصحة مثل الميكروبات واحد داي للحم رامي في القعة الحم لذيون داشي حطها وتواسي أنا نعرف علميا هذا العلم معمول به في العالم كله هذاك في خطريزم فورا تنحيه إبا ما عندهم مش صلاحية لازم يدخلوا يديروا رابور لرئيس البلدية وكل شيء أنا نعطي الصلاحية القانونية بل كوابا هني نقترح أوفيسيت بولي جيديسيار يعني عنده صلاح صبت باللي خطورة ثم ثم ناخد قارا راني مسؤول أنا راني تقني راني تيم ولكن إذا رديتوا عنده شبه إدارة راك اكتلتوا هم اللي يوصلوا إلى التسمومات هل يصبح المسؤولين يعني سلطات الأمنية سلطات الصحية سلطات التجارية يعني أعطيتهم يعني واجباتهم ومسؤولياتهم ومن الذي ينبغي أن يفعلوه اليوم أهم دور يعني مهما تحدثنا عن دور السلطات ودور الهيئات ودور هذه التنظيمات مهما تحدثنا يبقى دور المواطن هو الدور الأساسي يوم يا دكتور هل عندنا فعلا ثقافة صحية لدى المواطن الجزائري فعلا الثقافة يعني تمنع أنه يشتري وتخلي له مجموعة من الضوابط التي تخليه يشتري هذه السلعة لأن المواطن الجزائري يقول لك نعم هذا المنتوج يعني السعر مليح نروح نشريه السعر والثمن والجانب الاقتصادي والتقشف فيه هو أهم جانب فيه الصحة ربما تأخذ شوف مراتب شوية متخلفة شوف شكرك على طرح هذا الإشكالية هذا وقلب أولا وقبل كل شيء المواطن مسؤول على صحته ولكن هو وزير الصحة تع نفسه هو وزير الصحة تع نفسه ولكن يقول لك فقد شيء لا يعطيه تتكلم على تقافة صحية هل انت هذا هو النقص هل انت أراك دائر سياسة في الشارع نعطيك مثال أراي مقابلة كرة القادم تع كأس الجزائر والمشعار جولت في الشوارع ونحيي أنا نحب الرياضة ونحب كرة القادم نحيي الشباب بالوزاد هو اللي يراه والله العظيم واحدة ترويج يدهشت فيه اللي يكون خاطئ هقا يعرف بأنها روكين لا نعود للموضوع تعنا لازمك تقافة تكسب تدريجيا تدريجيا هل انت رقا يبقى وعندك صلاحيات تعصحها الجوارية لازم الويقايا الويقايا واش حاب يقول التكوين رد بالك حاجة إذا هم شعارات تعجبك رخصه ممكن تخلي صحتك فهمتني هذلك الفارق رح تدفع أضعاف ويعني في دواء وفي العلاج وما إلى ذلك بنتو لأن هذا المشكل بتاع التسمومات ما بداش اليوم رو عنده سنوات وسنوات الميزة المال الميزانية اللي تخسرها في العلاج الإنعاش وكلش بها ما تخسرش دراها مكبار هذي أنا نقولوها من البكري غير الطيب بتاعك غير التاريق اللي رو رايح الطيب بتاعك وهو الميتسين كيراتيف بتاع العلاج ويش حبي يقول حتى يجي كالمرض وتبدأ تجري وتخسر درامو وكذا أنا معقلاني والدوة المتقدمة تاع شمال أوروبا وقع اللي هما يخدموا الدواء يخدموا الآلات عندهم الدولارات عندهم كلش قال لك لا ما فر من طيب الوقائي التربية الصحية تقافة اللي قلت لي تقافة تتكسب بالتربية الصحية وإن نرى نحن في هذا التربية الصحية وراء نوصلين فيها شعري شاب شعري شاب أنا نخذ دير ووقاية ووقاية شعر سوداء سوداء ولكن أنا ندهج كما نقوله تكلمت بالآخر نهضر على فاتورة الأدوية اللي هي تترفع أنا نقول لك الآن إذا تخلي الأمراض هكا رايحين الفاتورة والله ما تقدر تحبسها والله ما تقدر ولكن إذا الآن المنظمة الدولية للصحة المنظمة الدولية للصحة تقول لك مثلا مشكلة السرطان عنده ارتباط ماتين بالتغذية والراكد دير التربية الصحية يعني كذلك مش يليوم السجرة ولا اليوم الماء ولا اليوم يعني تدخل في الموراسة اليومية وعندنا حظ علا نقول لك نظام صحي مثالي نقولها لأنه عندنا الوحدات اسمح لي نكمل هذه عندما تبدأ هذه التربية الصحية الله العائلة المدارس لأنه حتى المدارس أصبحت تصرف فيها التسممات حتى المدارس أصبحت تصرف في التسممات يا دكتور شوف أنا اقترحت لأن المدرسة ما تبقاش في مضربها مخبية المركز الصحي القعيدي أنا اقترحت بلي كل أسبوع في كل أسبوع الليم الأمهات والأطفال الأمهات والأطفال ونديروا دروس حول النظافة حول غسل اليدين اليدين لازمنا نعودوا ونكروا ونكروا خمسة حتى استخطرات في النهار غسل اليدين نروحوا تربية عند الميهانيين تعال التغدية هذه انت تحب نحظ لك الصحية اللي تسممو مبدأ تجري إلا هذا التسمم كيف سرى كيف أوقع وش من الواد جابوه لازم تطلع الراس الواد تكافح عليه وتحبس هذا التسمم أنا نقول لك لقعدنا هكا تصرى كاريثة بعيد الشرق ونبدأ ونعيطه ونحاول نسنه الكاريثة الأخرى ونكاريثة أخرى ولكن هاني نعطيك مكان خطير جدا والتاريخ الآن هما الجامعة المطاعم الجامعية الحي الجامعي شفت هذوك اللي سرى في التاريخ هذوك التسممات اللي سرى وثمه هذا عيب وعار تصرى في مركز لما نقوله مطعم مدراسي باش هنا بهندير في القرارات أنا حليت مطعم مدراسي لا مطعم مدراسي عنده خصوصيات تعه لي يدخلوا يخدموا ثمك لازم يكونوا مثاليين في اللبسة تحهم في كذا ما وش قادر يعيش في نظام يخويا من وظفوش هل لك فهمني فعلا لكن رحوا كل بالموضوع ما نروحش لسطحية الموضوع هذا المراكز يعني المطاعم الجامعية المطاعم المدرسية إلى أي مدى هي تحت رقابة مصالح وزارة الصحة قالوا عندهم نظام بيزار لأنه لما تشوف يعني في القرارات ويعني في الوثائق يقول لك هذه التغذية وهذه النشاطات تتم تحت مراقبة وتحت معينة طبيب تابع للقطاع وهو من يتكفل النصوص شابين النصوص القرارات جليلة هذا يعني 0.01 ميكروب مكاش شوف أنا نهضر على التسمم وعلى التكفل بالموضوع البسيط البسيط اللي مكلفناش هي المواد الغدائية وقع يا جماعة لازم نهيئ ورحنا كان تسممات نووية نووية كان مثلا لازم نرقبه بعض المواد اللي أخطر يعني ما فيهم مش هذي بتطيلو ديلوين بتايت برفيزيون وشوية دوا ويسلك كان لازم ننهي ورحنا من أخطر تسممات هذي واحدة ثانيا ما نيش نهضر لك على النصوص ديرهم بجيه يا نمار النصوص لما تضع على موضوع يقول لك القانون سيفر كذا نمرو كذا ما نش نهضر على هذي أن ينروحوا للمدرسة ينروحوا للمطعم المدرسي نحيو هذي الثقل النص تابع للوزارة التربية ويدخل الصحة تدخل هكذا وزا ما عندنا لوجنا ونهار من نهار تخرجنا تسمم يا نمار من هذا الحالة قاضية تقنية ماش إدارية لازم الأطيبة نهضر في الميدان التاعي لازم الأطيبة هما مسؤولين ماشي نهار اللي تتهرد هما مسؤولين ونهار اللي في القرارات القرارات تاخذوا من يشعروا فيه لجنا ولا فيه لا أنا أعطيني المسؤولية وحسبني أعطين مسؤولية للطبيب أعطين مسؤولية للتقنية حبس هذه نقطة أهمية ماشي حليت مطعم مدراسي يبعثوا لي واحد مظاهرة طيب يعني في كاشغار قوطي هو يقول لي طيب لا عنا تكوين مهاني تكوين مهاني نمدوها يعني بصورة مركزة واش تحدثنا عليه طيلة هذه الفقرة شوف الحمد لله اليوم يصروا التسمومات لماذا راه مؤشر كلي لنبا حمراء راي عندها سنوات انذارات انذارات سنوات وسنوات على هم قول الحمد لله على لأنه انذار لازمنا نكون هيكل يعني يعني تفاعل تاخذ ردة فعل سريع هذا هو الآن ولازم نخفه نخرجه من مفهوم الادارة كل شيء الادارة الدور عليه لا الادارة لازم المعنيين بالأمر اللي ركحت اطيهم مسئولية اللي رح يتعاقبوا وانا موافق لازم نعطيك مهمة نعطيك مهمة نخلصك نهيألك حقيقة الاخر ولكن الآن يزمنا نلحقو الميدان المراقبة شكون المسئول نقوله كيف من يعمل ما ولكن لازمنا مخموش على الدرهم وعلى الاخر الآن لازمنا الكفاءة المدرسة رهي قنبولة الشوارع هذا الشوارع ميخوش المدرسة المثل الجامعة الجامعة ما نهضرش تسير تحانا خاطيني نهضر كممكن منبر تخطورة صحية نعم نتمنى وان شاء الله دكتور هذه التسممات من تأثروش بها وان شاء الله تكون قليلة وانعلاني ناظرها خطين نتحدث عن التسممات في موسم ارتفاع درجات الحرارة ثم تعود هذه التسممات مرة أخرى للأسف وان شاء الله جاي رمضان ان شاء الله نتمنى وان شاء الله تمر هذه الصائفة وهذا الشهر رمضان بردا وسلاما في جانب الغذائي وفي جانب الصح اسمح لي أنا عليها أني نغلي هكا وعليها أني نهضر هذا الشيء لأنه ما نحبش تصرى ضرورة للمواطنين والبلادي وهذه اللي أني نهضر عليها كطبيب كطبيب يعني سلامة الصحة وأيضا سلامة الأموال نحن في عصر التقشف من صرفوهاش يعني في أمور ممكن جدا أننا نقضيو عليها لازم تكون ذكي أشكرك جزيلا شكر الدكتور فتحي بن أشنو طبيب المهتم بالصحة العمومية على هذه الإفادات ومشاهدين الكرام بفقرتنا مع الدكتور بن أشنو حديث عن التسممات عفان الله وإياكم منها نختتم حلقة اليوم من البلاد اليوم إلى موعد أخرى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة